الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أبعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يعتبرون إليكم إذا وجعتم إليهم قل لا تعتبروا لن نؤمن لكم قد نبأ لله من أغبائكم وسيظى الله عملكم ورسوله ثم تردون ثم تردون إلى عالم الطيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحرفون بالله لكم إذا مقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم لجزء ومغواهم جهنم جزاء ما شاكم يكسبون يحرفون لكم لتعرضوا عنهم فإن تقضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن الطوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بهم الدواء عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤهر بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق ضربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قوبة لهم سيدخله الله في رحمته إن الله غفور وحيم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يرد الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعنت عليهم غير المطوب عليهم ولا الضالين آمين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفور العظيم ومن من حولكم من الأعرام منافقون ومن أهل المدينة ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرضتين ثم يودون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور وحيم خذ من أموالهم صلقة تطهرهم وتذكيهم بها وصف عليهم وصف عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سمير عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصلقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل عملا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئهم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعون لأمر الله وآخرون مرجعون لأمر الله وآخرون مرجعون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أبعنت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحرفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد الأسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه في الرجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لا يزال بنيانهم الذي بلوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَادُهُ فِنْهَارٍ فَنْهَى رَضِيْفِ نَارِ جَهَنَّمْ والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بلوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأوالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويرتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايقتم به وذلك هو الفوز العظيم الله أكبر الله أكبر حس الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما هي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط اللليل لبعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألعم الأب الأب المعروف والنا وع verg كك وحافظ يخدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والنبي لآمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي طوبا من بعد ما تبيل لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبيلهم أنه عدو لله تمرأ منه إن إبراهيم الأولى حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يبتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض وهي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد كان الله على النبي والواجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزير قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم غروف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعذر وإياك نستعين إذنى صراطا مستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير مضبوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكنوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يضغطوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبوا ضمأ ولا نصبوا ولا مخنصة في سبيل الله ولا يضغطوا ولا يطارون موطئا يبيغوا الكفار ولا يلالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صارح إن الله لا يضير أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لأنفروا كافا فلولا نفر من كل ذرة منه قائفة ليتفقه في الدين ليتفقه في الدين ولينذروا قرما إذا وجعوا إليهم لعلهم يحذروا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار ولينذروا فيكم غير 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 واعلموا أن الله مع القدير الله بسم الله بسم الله بسم الله الله بسم 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 الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صغر الذين أنعمت عليهم غير المغرب عليهم ولا الظالمين آمين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيهم زادتهم لإيمانك فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانه وهم يسترشعون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم لجسا إلى لجسهم ومنهم وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا أنهم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر معكم إلى بعد أن يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبكم بأنهم قول لا يفعرون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علبتم حريص عليكم بلؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو علي تركت وهو رب العرش العظيم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أبعنت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحيم أهلا تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجلا أن أوحينا إلى غدل منهم أن أنذر الناس وبشره الذين آمنوا أن لهم قد نصدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلك الله ربكم فاعبدوا أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لمشرا من حميد وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره مناتيا لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون الله لك الله ألحب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين لا يرجون لقاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأوانه النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعمروا الصالحات يدهي ربهم بإيمانهم تجهي من تحتهم الأنهار في جنة النعيم دعوان فيها سبحانك ربهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشرى استقتالهم بالخير لقغي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يغطون لقاءنا في قغيانهم يعملون وإذا مس الإنسان الضهر دعانا لجنبه أم قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه قرر مرة كألم يلعنا إلى قرر مسه كذلك زهل للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أبعد عليهم غير المغطوب عليهم ولا الظالمين آمين وإذا جثت عليهم آياتنا بينات قال النبي لا يرضون لقاء نأتي بقرآن غير آذى أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أبتبع إلا ما يحاء إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما يتلقوا عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم نورا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله جذبا أو جذب بآياته إن الأولئك المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله قل أتنبهون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لغضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذ دنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا أبقنا الناس رحمة من بعد طبا أمستهم إذا لهم بكر إذا لهم بكر في آياتها قل الله أسرع بكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البد والبحر هو الذي يسيركم في البد والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفيحوا بها جاءت هاريخ العاصف وجاءهم الموج من كل مكانه وظنوا أن الرحيط بهم دعوا الله دعوا الله أخصي لهم الديناء أنجيتنا من آله لنكونن من الشاكين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْرُّكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا مَتَاعَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَغْرُّكُمْ فَانْنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَنُونَ إِنَّمَا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَا مِنَا السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَنِهِ لَبَاتُ الْأَرْضِ فَاخْتَلَطَنِهِ لَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ الْنَّاسُ وَالْأَنْعَابِ حَتَّى إِذَا أَخَلَتِ الْأَرْضُ خُّفَهَا وَسَّيَّلَتْ وَظَنَّ أَهْلُّهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُ مِطَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَا حَصِيدًا كَأَلْ لَمْ تَغْنَا لِأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ والله يبعو إلى دار السلام ويهدي من يشاه إلى سرق مستثيل الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي للرحبان الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذنى الصراط المستقيم صراط الذين أدعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضالين آمين صراط الذين أحسن فسنى وزيادة ولا ينهق وجوههم قدروا وأذلة أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة فيها قالدون وَالَّذِينَ كَسَفُوا السَّيِّئَا لِجَسَاءُ سَيِّئَةٍ وَالَّذِينَ بِبِثْنِهَا وَتَرْهَكُمُ ذِلًّا ثُمَّ لَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَقُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُمْ مَا كُنتُمْ إِيَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مِنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَمَا لَكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَلِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَعُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُ الْحَقِّ وَضَلْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِمَ وَضَلْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَعُونَ قُلْ مَنْ يَقْزُنُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَلَصَارَ وَمَنْ يُغْبِقُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُغْبِقُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُ اللَّهُ وَرْبُّهُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الطَّلَالُ فَأَنَّا تُصْرَطُونَ